مرحبا معكم كييريف ايد كيف تعرف الفرق بين الفطر الطازج والفطر غير الطازج انظر تحت قبعة الفطر اذا التقت جزء العلوي مع الساق ولا يوجد اي بقع داكنة فهذا يعني ان الفطر طازج جدا اذا كانت القبعة لا تلتقي مع الساق لكن تغطي المنطقة البنية الداكنة كليا فهذا يعني ان الفطر طازج نسبيا اما اذا انتشرت القبعة واشارت الى الخارج او الاعلى وظهرت المنطقة البنية الداكنة واصبح الفطر لزج او ظهرت تجاعيد يعني ان الفطر قد ذبل او ظهرت على الفطر بقع داكنة وعند طهه يظهر ماء داكن فهذا يعني ان الفطر قديم جدا وعند غسل الفطر يجب غسله في الماء فقط بهذه الطريقة ولا يجب نقعه سؤال حلقة اليوم هل سبق لك ان تناولت الفطر وما هي الطريقة المفضلة لديك لتناوله نشكر متابعتكم لا تنسى تعمل اشتراك بقناة creative aid والضغط على زر اعجبني واذا كان لديكم اي استفساد تركوا تعليق